السلسلة هي اتصال شيء بشيء لذلك سميت سلسلة ويقال لفلان من أي سلالة أنت أي اتصلت بمن نسبت ويقال سلسلة أكاذيب اتصلت كذبة بكذبة كذبة كذبة ثم كذبة أخرى تتصل بهذه الكذبة سلسلة أكاذيب أو مسلسل لأنه متصل ببعضه البعض لأنه يبضي إلى التسلسل أي هذا الخالق اتصل بوجوده بخالق آخر والخالق الآخر اتصل وجوده بخالق آخر إلى ما لا نهاية أما الدور فيرجع على نفس السلسلة فتقول مثلا أوجد ألف با ويدور هذا الأمر وأن الذي أوجد با ألف طب ما الذي أوجد ألف با أو لو قلت مثلا عشرة ترجمة نانسي قنقر